قبل من ابتدي حلقتنا كده النهاردة عايزين نقول لبسانت حمد الله على السلامة شرفتي ونورتي وافتقدناك في صباح الخير يا مصر من فترة اللي فاتت لكن اعتقد ان عشان لقب الام اعظر لقب في الدنيا فكل حاجة تهون حمد الله على السلامة نورتين الله يسلمك بشكرك يا محمد و بشكرك اكيد كل المتابعين اللي كانوا بيسألوا علي كان بيوصلي كل رسالكم وده بيدل قد ايه صباح الخير يا مصر ووصل لكل عنحاء الجمهورية ممكن كمان الناس اللي موجودين برا جمهورية مصر العربية بشكركم من قلبي على سؤالكم علي وبشكرك يا محمد الحمد لله على السلامة نورت وشرفتي مكانك نبتدي مع حضراتكم حلقتنا خلاص ايام وليلة كده وموعد مهم جدا لعشاق القراءة وعشاق الكتاب معرض القاهرة الدولي الكتاب اللي هو اهم واقدم وابرز معرض في المنطقة الدورة الخمسة والخمسين هتبتدي ان شاء الله وتنطلق يوم 25 يناير لحد 6 فبراير الافتتاح الرسمي هيكون يوم 25 يناير والافتتاح للجمهور والزوار هيكون يوم 26 صباحا عنوان مهم جدا في هذه الدورة الخمسة والخمسين هو عنوان نصنع المعرفة نصون الكلمة دورة جديدة هتكون فيها فعاليات كتيرة جدا كالعادة فعاليات ثقافية وفنية وزي ما قلنا البداية أو ضربة البداية هتكون يوم 25 يناير لمدة اسبوعين وأكتر لحد 6 فبراير يمكن كلنا عارفين أن معرض الكتاب مرتبط بوجدان كل المصريين منذ الصغر من وإحنا صغيرين متعودين أن معرض الكتاب لازم نروح نزوره ونشوف الكتب الجديدة ومما لا شك فيه أن احنا تبعنا مع بعض النسخة اللي فاتت قد إيه كانت نكحة سواء من النشرين اللي كانوا متميزين جدا من الدول العربية ويمكن كمان دول أجنبية كانت مشاركة في المعرض أو حتى عدد الزائرين اللي تخطى لـ 3.5 مليون زائر شفنا أكتر من ألف وحاجة ناشر من دول مختلفة شاركت لأول مرة زي المجر، الأرجنسين، كولومبيا مش بس الدول العربية كمان كانت مشاركة وشفنا فعليات مختلفة وكان ناجح جدا جدا وشفنا العمار المختلفة اللي شاركت فيه النسخة اللي فاتت ومما لشك فيه أن الدولة المصرية حريصة دايما على انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب ودايما بيكون شغلها الشاغل أن كل دورة يكون فيها جديد تطلع بشكل متميز عن الدورة اللي قبلها يعني مثلا السنة دي هنشوف مع بعض مبادرات متميزة زي مبادرة داوي مع مجلس القومي للمرأة ودي المبادرة القومية لتمكين الفتيات وتوصيل أصواتهم وحصولهم على المهارات والخدمات كمان هتستمر معنا مبادرة وعي مع وزارة التضامن الاجتماعي وهنحتفل بإصدار 200 عنوان من مصروع رؤية رؤية للنشأ مع وزارة الأوقاف الكتاب هو دايما المصدر الأول للمعرفة وإحنا دايما زي ما بسانت قالت متعودين في وجداننا كمصريين نحن نروح معرض القاهرة الدولي للكتاب من أيام ما كان موجود في أرض المعارض نحضر الندوات الثقافية نزور أجنحة دور النشأ الكتيرة والمتعددة المشاركة السنة دي هتكون مشاركة مميزة جدا بسانت نحن نتكلم على مشاركة 70 دولة أكتر من 5200 ناشر عربي ودولي نرويك هتكون هي ضيف الشرف في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مهم جدا أتوقف عند اسمين مهمين جدا السنة دي هتكون شخصية العام أو شخصية المعرض هو الكاتب الكبير الراحل الدكتور سليم حسن وهو عالم المصريات القديمة وصاحب كتب كبيرة جدا ومهمة ومؤثرة في تاريخ مصر الأديمة الشخصية التانية هو يعقوب الشاروني يا بسانت يعقوب الشاروني هو شخصية معرض الطفل هو المعرض المصاحب لمعرض الكتاب ولفتة كريمة جدا من القائمين على المعرض أنه هم يطلقوا اسم يعقوب الشاروني لأنه رحل من أيامنا أو من أيام قليلة جدا يعني من أسبوعين عن عالمنا وهو صاحب يعني كتابات كتيرة جدا مهمة في أدب الطفل فتحية لروح سليم حسن وروح الكاتب الكبير يعقوب الشاروني كل الأسر المصرية أعتقد فرصة مهمة جدا هم يعيدوا علاقتهم مرة تانية بالكتاب يرجعوا كده فكرة أن يكون في كل بيت مكتبة يا بسانت أعتقد ده مهم جدا طبعا مهم جدا وكمان الفعاليات المختلفة اللي بيقدمها المعرض بتبقى عامل جذب مهم جدا للأطفال النهاردة والكتب المختلفة اللي بتبقى بتعرض طبعا فيه معرض الكتاب النهاردة لازم كل أسرة تحرص زي ما كنا أهلين احنا بيحرصوا أن هم ياخدونا ويودونا معرض الكتاب ونشوف الجديد احنا كمان بندعو حضراتكم أن انتوا تزوروا معرض الكتاب السنة واحنا في صباح الخير يا مصر أكيد هنتابع خطوة بخطوة اللي بيحصل في المعرض زي ما عملنا السنة اللي فاتت هنتابع الفعاليات اللي هتكون موجودة إن شاء الله بمرة تانية بنأكد الموعيد مع حضراتكم الافتتاح هيكون يوم 24 بسنت يناير والمعرض هيفتح أبوابه للزوار من يوم 25 يوميا حتى الساعة الثامنة مساء عندنا فعاليات مختلفة جدا مش بس كتب لا فينا دوات ثقافية فيه أنشطة خاصة بالفن التشكيلي بالمسرح قاعة للسينما فيه كمان معرض مهم جدا للطفل بيبقى مصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالإضافة طبعا للندوات الفكرية والثقافية ولقاءات كمان مع شخصيات من النرويج لأن النرويج هي ضيف الشرف فيه تمثيل لنرويج سواء على مستوى الكتاب أو على مستوى أيضا دور النشر فرصة جميلة جدا نأسس مكتبة من جديد في بيوتنا ونحيي العلاقة مع الكتاب نصبح على حضراتكم وحلقة جديدة بالصباح الخير المصري